السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبة من جديد ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولها أيها الإخوة الكرام نزلنا مع سلسلة الأدعية المباركة والأحكام الدينية الشرعية التي نستفيد منها في حياتنا اليوم كثير من الناس ومع شدي الأسف من من يطلع علينا سواء على شاشات التلفاز أو في اليوتيوب من لا للأسف الشديد وينتسبون لأهل العلم ومنهم من لا يعرفوا شيئا عن العلم أصلا ينكرون عذاب القبر النهاردة العنوان الرد على من أنكره عذاب القبر الرد على من أنكره عذاب القبر يجاب على من أنكره عذاب القبر بحجة أنه لو يعني سبحان الله العظيم لو قرأنا له هذه الآيات للأسف الشديد ما بيفهمهاش أو أنه له تأويل أو تفسير يعني له تأويل تاني خالص مغير يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر عذاب القبر ثابت بالشرع في القرآن الكريم قال تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشية دفن القبر صبح أو الليل ويوم تقوم الساعة يوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وقول النبي صلى الله عليه وسلم فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الرسول صلى الله عليه وسلم وحديث كثيرة وعندنا يعني حديث تانية زي قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرد أن يتكلم عن القبر بالنسبة للمؤمن قال يفسح له في قبره مد بصر حديث المتفق عليه صلى الله عليه بخاري ومسلم إلى غير هذه النصوص الكثيرة ثانيا أن عذاب القبر يقع على الروح وليس على الجسد وهذا ليس أمرا محسوسا يعني إحنا ما نشوفوش ما نعرفش كافيته إيه لكن في عزاب أو في عزاب تظهرون في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته